يا أيمن لمحمد كان عندي شوال من الأحاديث وانت طيرت أكتر من نصفه يا أخي والله ما تعمدت إضلال المسلمين ولا الكذب لا على الله ولا لرسوله وأعوذ بالله من هذا بس الحق على الشيوخ يلي عم يجيبوا أحاديث موضوع يعلموها للناس أكتر ما يعلموهم الصحيح هل معاش التقاعد يعتبر من التركة لا يكون على ما قيد له هل يجوز الاشتراك بحملة خليها تصدي وحث الناس على عدم شراء السيارات يا أخي احرص على ما ينفعك واجعل همك دينك ولا تكن أداة في يد غيرك ما هي نصيحتك لطلاب العلم المتخاصمين أنصحهم بقول الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أنصحهم بقول الله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات هل يجوز البقاء مع زوج لا يصلي إذا تارك الصلاة جاحدا لها فلا يحل البقاء معه أما إذا كان يصلي ويقطع فيجوز مع الكراهة هل الخاتم في زمن النبي هو شعار الزواج ما نقل عن النبي أنه كان يلبس تسع خواتم خاتم مكتوب عليه حفصة وخاتم مكتوب عليه عائشة وخاسم إلى آخرين ما ثبت هل الصلاة في أي مكان بمكة بمئة ألف صلاة نعم وهذا قول الجمهور لأن مكة كلها حرم ومن أدلتهم هديا بالغة الكعبة ليس المراد بالكعبة نفسها المقصود مكة متى ترفع السبابة في التشهد عند الجمهور عند الشهادة حتى يتوافق القلب واللسان مع الأصبع ومنهم ما يقول التشهد بطوله أختار قول الجمهور ما هو القول في كتاب شمس المعارف جله ضلالات هل تجوز قراءة القرآن في الصلاة بدون تجويد الصلاة صحيحة والتجويد أفضل تفسير الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحشة إلا اللمم اللمم بمعنى صغائر الذنوب هل يجوز استبدال هاتف قديم بجديد ودفع الفرق نعم يجوز لأن هذا ثمن خدمة مو مثل الدهب والتمر والملح لا هذا والله أعلم سلام عليكم